قوات سعودية تصل إلى عدن مشهد يعيد إلى ذاكرة العاصمة المؤقتة أحدث منتصف يوليو من عام 2015 حينما استبشر العدنيون ومعهم أبناء اليمن بمقدم التحالف وبنهاية سعيدة للإنقلاب والحرب في بلادهم هذه المرة تأتي القوات التابعة للواء المغاوير من نخبة الجيش السعودي لتفضل اشتباك وتعيد الأمل الذي تبخر كسراب بعد أن كادت عدن أن تقع في أتون معركة متعددة الأطراف لا يمكن التنبؤ بنتائجها وفقا للمراقبين خارطة انتشار هذه القوات تشمل المقر الرئاسي في المعاشيق ومطر عدن والميناء وميناء الزيت فيما ينتظر أن تصل قوات يمنية مدربة على يد القوات السعودية لتكون رديفا لهذا اللواء الخاص السعودي في مهمة حراسة وتأمين المنشآت السيادية في العاصمة المواقة الأنباء التي رشحت عن مهمة اللواء السعودي القادم إلى عدن تؤكد أيضا أنها ستهيئ الأجواء لعودة نهائية للرئيس عبد الربو منصر هادي الذي ظل بعيدا عن عاصمته طيلة هذه الفترة بفعل الوضع الاستثنائي الناتج عن احتدام الخلاف حول النفوذ العسكري والأمني والسياسي في المدينة تطور مهم تزامن مع اللقاء الذي أجره الرئيس هادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في مقر إقامة الأخير بمدينة طنجة المغربية والذي توجع على ما يبدو جهدا مضنيا للسلطة الشرعية لتجاوز عقدة النفوذ في عدن الخطوة السعودية عكست أيضا حرص قائدة التحالف على احتواء الوتيرة المتصاعدة من النقاشات الدولية حول مهمة التحالف في اليمن كتلك التي شاهدها مجلس الأمن مؤخرا وعادت لتثير مجددا قضية الضحايا المدنيين لغارات الطيران وهي مهمة قديمة جديدة للتيار الواسع المعارض للحرب في الدوائر الغربية المراقبون يرون أن نجاح الخطوة السعودية الجديدة في عدن سيقاس بعودة دائمة للرئيس إلى العاصمة المؤقتة وبمناخ يخل من الكوابح يمكن أن تعمل في ظله الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة عدن خلال المرحلة المقبلة